اشتركوا في القناة مساعد مخرج لأخيه المخرج محمد عبد العزيز من أبرز أعماله كمساعد مخرج أفلان ألف بوسة وبوسة المحفظة معايا البعض يذهب للمأزون مرتين بعدها فيلم خلي بالك من جرانك انتبهوا أيها السادة انتخبوا الدكتور سليمان عبد الباصد بريق عينيك دعوة خاصة جدا رحلة الشقاء والحب عصابة حمادة وتوتو للثقيد الرحمة أخرج أول أفلامه دعوة خاصة جدا سنة 1982 وتضم قائمة أعماله كمخرج أفلام فرحان ملازم آدم أشتاة أشتوت كلام في الممنوع في الصيف الحب جنون ليه يا هرم العيبة محامي تحت التمرين الرجل الذي عطس الشقة من حق الزوجة يا رب ولد تجيبها كده تجيلها كده هي كده اتجه محمد عبد العزيز منذ سنة 2002 إلى الإخراج التلفزيوني بدأها بمسلسل بين شطين ومية ثم توالت أعماله بعد ذلك بإخراج مسلسلات نون المأزونة اللص والكتاب الشارد أحزان مريم إلا أن ذلك لم يمنع الاستمرار سينمائيا حتى عام 2005 يمتلك المخرج الكبير آراء خاصة ومميزة في الرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة ارتبط بعلاقات قوية مع نجوم النادي الأهلي على رأسهم دستورة الكبيرة ورمز النادي صالح سلين قم بتوصيله إلى المطار للسفر إلى جوهانسبرج الاستلامي جائزة نادي القرن من الاتحاد الإفريقي جماهير كرة القدم عشق ارتبطت بعمر عبد العزيز من خلال أفلامه التي شهدت مشاركة العديد من النجوم الكبار من أبرزها الفيلم الشهير رجل فقد عقله حيث وعمل مساعد مخرج لشقيقه الأكبر محمد عبد العزيز شارك في الفيلم الذي عرضا في الرابع عشر من إبريل عام 1980 العديد من النجوم من أبرزهم فريد شوئي سهير رمزي عاد الإمام كريم مختار بالإضافة إلى حارس مرمى النادي الأهلي وقتها إكرامي بعدها بأربعة أعوام قام بإخراك فيلم يا رب ولد عام 1984 الذي شهد تواجد العديد من نجوم النادي الأهلي من أبرزهم إكرامي حسام البدري جمال عبد الحميد ومضحة رمضان